مساء الخير يارب تكونوا بخير ازاكم حبيبي عاملين ايه جايبا لكم النهاردة وصفتين احلى من بعض محتاجينهم جدا لشعرنا بجد وصفتين هايلين هتدعودي عليهم ان شاء الله يستهلوا بقى كده مليون لايك للفيديو معانا اول وصفة بتخلي الشعر ينبت كده من الجزور وبتمنع نهائي تساقط الشعر وكمان بتقضي على الشعر الابيض والوصفة التانية برضو هقول مواصفاتها لما اجيلها معانا في الوصفة الاولى حبة البركة والقرنفل حبة البركة لها فوائد جميلة جدا ان هي بتفيد الشعراية جدا وبتمنع الشعر الابيض انه ينبت تقضي طبعا على الشيب والشعر الابيض وبتدي فعالية كبيرة جدا للجزور كده ان هي تنبت بشكل سلس كده وجميل يعني بتغزي الشعراية من الجدور معانا كمان القرنفل والقرنفل بينشط الدورة الدموية وبيغزي الشعراية وكمان ريحته جميلة جدا يعني لما نضيفها لشعرنا هتديله ريحة حلوة نقدر ان احنا نستخدمه واحنا متطمينين للريحة تماما هنحط كده حبة البركة في حلة كده صغيرة كده على النار هنضيف لها كوباية ونصف كده من المية وهنسيبهم يغلوا شوية وبعد كده هنضيف لهم القرنفل تمام ادي كده حبة البركة في المية هنقلبه كويس ونسيبه يغلي حوالي عشر دقايق علشان المية تاخد اللون الاسود وينزل كل فوائد حبة البركة في المية بتاعتها لان احنا هنصفي بعد كده وناخد المية تمام اهو بصوا لما بدأ بقى يغلي كده كويس قوي هنضيف له بقى القرنفل وطبعا اول ما بنضيف القرنفل ريحة القرنفل على طول بتطلع وزي ما قلت لكم ريحته جميلة جدا هينزلوا بقى الفوائد المكونين هينزلوا الفوائد كده في المية لازم يغلوا كويس قوي وبعد كده هنسيب المكونين يهدوا خالص آآ ونصفيهم تمام كده المكونات بصوا اللون المية بدأ يغمق ازاي وبقى بالشكل ده هنسيبه بس يبرد علشان نقدر آآ نصفيه ونحطه في بولة آآ تانية صفينا كده المكونات بتاعتنا في بولة بالشكل ده شايفين لونه وهنبدأ بقى نعمله ازاي هنحطه في عبوة يكون لها آآ رشاش بالشكل ده علشان احنا هندهنه او هنرشه في فروة شعرنا كل يوم قبل ما ننام في فروة الراس وبقدنا كده ندلك فروة الراس كويس جدا بحيث ان المكونات آآ تتغلغل كده في فروة الراس وطبعا آآ زي ما قلتلكو ريحة القرنفل آآ مش هتدايق خالص يعني ده هتحط مثلا كل يوم قبل ما تنامي في جدور شعرك فمش هتدايق الريحة آآ نهائي اللي هتكون موجودة آآ في العبوة يعني مش هتدايق خاص وهي موجودة في شعرك تمام هنرشه كده كل يوم آآ دي الوصفة الاولى اللي قلتلكو بتغزي الشعر جدا وبتقويه وهتطوله ان شاء الله وهتلاقي شعرك اختلف تماما مع مدايمة استمرارك على الوصفة الجميلة دي وزي ما قلتلكو يازم تحطوها في عبوة كده رشاش اي عبوة عندك كنت استخدمتيها قبل كده آآ تضيفيها فيها آآ الوصفة التانية ان انا هاخد كده حبة من الوصفة الاولانية اللي هي الورنفل وحبة البركة وهضيف لهم آآ معلقة آآ قهوة آآ سريعة الزوبان ومعلقة كاكاو ومعلقة خل تفاح ومعلقة آآ زيت زيتون هنقلبهم كده كويس قوي الوصفة التانية دي بقى فايدتها ايه الوصفة التانية ان هي بتمنع الشعر الابيض نهائي انه يظهر فيه الجدور آآ هتلاقي مع استمرارك آآ للوصفة دي آآ هيختفي تماما الشعر الابيض وهتلاقي ينبط دايما شعر اسود عادي جدا آآ هنعمله كده بالفرشة او بايدك المهم برضو تدعكي في فروة راسك كويس قوي والجدور بتاعة الشعر في جميع آآ شعرك من وراء ومن قدامه الجناب آآ بحيث ان الوصفة تتغلغل كده جوه فروة الراس آآ فعلا بتقدي تماما يا جماعة على الشعر الابيض آآ الوصفتين آآ هيلين آآ وصفة آآ بتقوي الشعر وتخليه ينبط من الجذور آآ وتخليه يتكاسف والوصفة التانية بتقدي نهائي على الشعر الابيض او الشيب آآ واحدة احنا هنرشها اللي هي دي بترشيها كل يوم آآ والتانية هتحطيها ساعتين آآ تلاتة على شعرك وبتشتفي شعرك عادي والدومي باستمرار على الوصفة دي والوصفة دي في خلال شهر هتلاقي الدنيا اختلفت معاك تماما يارب تكون الوصفة عجبتك واشوفكو ان شاء الله في فيديو جديد